أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز جاهزية القوات المسلحة والسعدادها الدائم لمواجهة الكهنوت الحوثي وحسم المعركة العسكرية لتحقيق الأمن والسلام في البلاد جاء ذلك في كلمته بمناسبة تخرج الدفع التاسع والثلاثين من دورات المهارات القتالية والاستطلاع لعدد من منتسبي المنطقة العسكرية السابعة وأشاد رئيس هيئة الأركان في الحفل الذي حضره عدد من قيادات وزارة الدفاع وقادة الألوية والوحدات العسكرية بالمنطقة السابعة أشاد بالمهارات القتالية العالية التي أظهرها الخريجون وقال الفريق بن عزيز إن الخريجين سيكونون رافدا نوعيا للمؤسسة العسكرية وللمعركة الوطنية المقدسة ضد ميليشيا الكهنوت وأحيى الفريق بن عزيز الجاهزية العالية والاستعداد القتالي الدائم لدى منتسبي المنطقة العسكرية السابعة وثمن جهود قيادة المنطقة في إعداد المقاتلين ورفع مهاراتهم القتالية في مختلف المجالات العسكرية نشاط وأعمال المنطقة العسكرية السابعة في الإعداد والتدريب اليوم تخرج دفعة جديدة في مجال المهارات القتالية ذلك هو برنامج مستمر فيه كل وحدات القوات المسلحة استعدادا إن شاء الله للمعركة الحاسمة ضد الميليشيات الحوثية الكهنوتية المدعومة من إيران إن ما شاهدناه اليوم من أعمال قتالية تدريبية يدل على أن جيشنا يستعد لمواجهة هذا الكهنوت ومستعد للدفاع عن الأمن والسلام مستعد للدفاع عن الحرية عن الكرامة لليمنيين مشكورة جهود قيادة المنطقة وكل القائمين على التدريب يجب أن يبدل الجميع جهود جبارة وكبيرة في التدريب فإن التدريب يوفر أشياء كثيرة في المعركة التدريب والاستعداد للمعركة مهم جدا قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالتدريب هو علم يجب أن نقوم به من أجل النجاح في المعركة ترجمة نانسي قنقر